جيبت لكم احسن انواع ديال بديل الخشاب بالمدة ديال pvc في جميع الالوان وفي حتى اللون الابيض اللي تقدروه تصبغوه باي لون بغيتو السلام عليكم كيف الاحوان تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم جيت وجيبت لكم الجديد ودائما كان وعدكم بالجديد جيبت لكم احسن انواع ديال بديل ديال الخشاب وايضا الباقات اللي كنخدموه بيهم الموليغ والبلينتات والقورنيزات كل شي ديال pvc المضاد الماء والرطوبة يالله تبرعوا لي مع رأسكم ولكن قبل ما نبدأ ما تنساوش تفضل تحت تعملوا واحد لايك وبالنسبة لك تشوفوا معي اليوم هي ديال محمد بمدينة الدار البيضاء راكي تكلف حتى بتركاب وكي يخدم في جميع المدن في طبيعة الحال اذا كانت خدمة كبيرة وده با اول نقطة غدين بدأ بها وباديل الخشب بالنسبة لباديل الخشب او ما يسمى بالبرداش اراه كلكم وليسوك تعرفوه كلكم كي اعجبكم وكلكم بغين تديرو في المنزل ديالكم وفي صراحي السهل لانه فعلا كي يجي اكثر من رائح في فصل المنزل وكي تل منزل ديالنا وحد اللمسة ديال الاناقة وكي ما كتشوفوا معي من خلال الصور كنقدرون نخدمو به الحائل ديال تيلفاز اما بوحدو واما مع الباديل ديال الرخام وكي يجي هاد الباديل ديال الخشب غير في الجوانب وايضا كنقدرون نخدمو به الكولورات كما كنقدرون نخدمو به الغرف ديال النوم كنقدرون نديرو احتفل فواصل اللي كتكون بين المطبخ وبين السيجوخ كي ما كتشوفوا معي في هذا الدكور هادا يسمي نهبا ديال الخشب لانا النظرة ديالو والديكور ديالو كي يجي بحل الخشب ولكن هو المادة اللي مصنوع مها ما كتكون ش من الخشب الطبيعي بالنسبة نهاية اللي شاركت معاكم اليوم ديال سي محمد هي كل ديال با فيستي وكي ما كتعرفوا كميين بالنسبة للمادة ديال با فيستي رها ممتازة لانها كتكون مضادة الماء ومضادة الرطوبة كتقدر تنضفها بسهولة مضادة لباكتيري وما كتحتش شي الصيانة بحل منك يكون عدنا لبرداج ديال الخشب الطبيعي وكي ما كتشوفوا معاكم خلال الفيديو بنسبة نهاية محمد حاول ما امكان يجيب تقريبا جميع الالوان في هاد الباديل ديال الخشب وجبحت اللون الابيض باش هادك اللون الابيض تقدر تصبغوا باي اللون اللي بغيتي مثلا قنتي مشاهي شي لون في هاد البرداج ولكن ما لقيتاش كتاخد هاد اللون الابيض وكتولي تصبغوا وايضا بنسبة نهاية محمد ن drinking with mu rain clothes lien and oil products تقدروا بتنزلها وسط 87% منهم وكتوجد البارداج كي زيدي والديكور ليزوين وبالنسبة للشرائح تقدروا تخدموا بهم وسط البرداج كما ورزكم كما انكم تقدروا تخدموا بهم غير بوحدهم يعني تلسقوهم مباشرة فوق الحيط وبالنسبة للشرائح رافيهم قياسات مختلفة وكما كتشوفوا معي في هذه الصور هدو هما الدكورات اللي نقدروا نخدموهم بهذا الشرائح تقدروا تخدموهم مع بديل الرخم بهالطريقة هدي إما في الوسط إما بديل الرخم في الوسط وهما في الجوانب كما انكم تقدروا تخدموهم مع الصبغة مباشرة يعني بلا ما تديروا بديل الرخم غير هما إذا بغيتوا تخدموهم مع الصبغة مباشرة ماشي حتى تصليوا الصبغة بصفة نهائية حتى تلسقوهم لا أثناء المرحلة ديال الصبغة من يكون المعلم كي يسبغ لكم الجدار قبل ما يسالي المرحلة النهائية كيترسلوا بلاسهم وكيلسقهم ومن بعد عاد كيدير هاداك الكوش الآخرة ديال الصبغة فوق هاداك الحائط وحتى فوق منهم مشي مشكل لأنه هما كيجيوا عندهم واحد الكاش ديالهم عندهم واحد البلاستيك مغطياهم باش ما كيتكرفسوش وحتى كي سالي اصبغة بنصفة نهائية حي حيث يحيدلهم هاذاك البلاستيك ديالهم وبالنسبة هادالشرائح اللي يشاركت معاكم هيداهم ديالب وانileri Tesky تلسقوه بسيليكون سيليكون يんだرلم في الظهر ديالهم او كيلسقو تلسقو هيدا من خيال الفيديو كان مختلف القياسة ديالها الشرائح هاهما كيف كيتشوف معايا ولكن الاخوهار ردوا البال هاداديالشرائح اللي شاركت معاكم هذا النوع معروف في السوق الذي يكون بحسينتا ويكون لديه سينتا ويكون لديه لسقه في الظهر هذا النوع مع المدة يقدر يطير لكم من بلاسه هذا النوع سوف نزول الجزء الثاني في الفيديو سوف نتحدث عن ليمون اليوغ بالنسبة لهذا ليمون اليوغ قدرت لكم عليهم فيديو وكما سبق لي شرحت لكم بأننا نقدروا نخدمهم سواء بلاي باكات الخشب اوяли نقدروا نخدموهم بالقبض وين嘱دوا نخدمها بلاي باكات دياله وبنسبة له 문제가 بات يحكم بلكم الدخالة الانواع هذا النوع المخطر دياله وكان النوع اللي يدار في كل مختصة الدخول في تدخل الروس. وحتى النوع اللي يكون لشكل مختصة بسيطة هكذا في الفيديو. وحتى اولا يكون يكون فيه جوج انواع فيه هد النوع عادي. وفي النوع اللي يكون فيه البلظة الليد اذا ارغبوا ان تدروا فيه النوع العادي اللي مكيكونش فيها الاضاءة ها هو كتشوفه معايا هنا في الصور كيجي الدكور دياله زوين خصوصا بالنسبة للناس اللي باغين يخدموا بالباركي او للفو باركي او لباغين يديرو هاد ليموليوغ في الحائط كيجي الدكور دياله مناسب مع هادك البلينتا بدنسبة النوع الي كيكون فيه البلازة ديال اليد منكي تخدمها هو الدكور دياله كيفاش كيجي حتى يحبك واحد الاضافه و واحد اللمسه لمنزيل ديالك فيما قدلكم ب�نسبة هاد الباقياتات لييشاركت معاكم فيهم حتى نوع الي شكل قرنيزة كييديرو في الجوانب ديال البلافون ديالنا كان النوع الي ادي ليما كيكونش فيه الاضاءة وكان هاد النوع الي عنده البلازة فيندوز السمتة ديال اليد حتى هو كيجي مزيون بزيف خصوصا بالنسبة للاخوان اللي ما بغينش يديرو فو بلافون بغين يديرو غير طالوش نستقف ديال المنزل ديالهم بحكم مثلا ما كتكونش الامكانية المادية او لما كيكونش عندهم العلول كافي او لكيكونوا ساكنين في الدار ما فيهم ما يكرفصوا الدار ديالهم كيقدروا في الجوانب يديرو هاد القرنيزات هادو ويكون فيهم البلاسة ديال الليد كيطيهم هاداك الانارة المخفية وكتجيهموا حد اللمسة مزيونة بزاف الدار وكيما قلت لكم بالنسبة هاد سلع لي شاركس معاكم كاملة هي مخدومة بالمادة وهاد المادة هادي هي اللي كتخليها تسلع جد متميزة ومطلوبة بزاف السوق اما بنسبة الاطارات ديال الحائط كنقدروا نخدمو بها الاشكال اللي بغينة كما كتشوفوا معايا فهد صور بنسبة هاد البانوهات كنقدروا نديروه في اي بلاسة بغينة في المنزل ديالنا في الكولوار في الحائط ديال تلفاز في الصالون يعني في البلاسة ديال تفريشة ديال الصالون العصري ايضا في الغرف ديال نوم غير هو النصحة اللي غدي نقول لكم اذا كان عندكم مثلا او حد الغرفة اللي ميز ح كبيرة بزاف و بغيسي تديرو فيها هاد الموليوخ حاولوا ما امكان ديروهم في غير فحائط واحد ما ديروش في الحيوطة كاملين باش ما يجيكمش مشارجين و ما يبالكمش لمساحة ديال الغرفة اصغر ايضا اذا بغيتوا تخدموهم وتدخلوا معهم شي لون اخر من غير الابيض كما كتشوفوا معايا فهد صور حاولوا ما امكان ديروهم غير فحائط واحد باش ما يجيكمش لماكن مشارجي وايضا بالنسبة هاد البانوهات تقدروا تخدموهم على شكل مستطيلة او لمربعات كما انكم تقدروا تخدموهم بيدات اشكال هندسية كما كتشوفوا معايا فهد صور واحد نقطة بغيت نأكد لكم عليها اذا بغيتوا تخدمو هاد البانوهات في المنزل ديالكم حاولوا ما امكان ديروهم على راسكم شدوا ورقة وصيروا وتضبطوا القياسات ديالهم او ساعتين شي واحد اللي يخدم لكم تصميم ديالهم انتخوات دي بقياسات اللي هي مضبوطة على حسب الشكل ديال الغرفة ديالكم وايضا على حسب القياس ديال هادك الجيدار وايضا كما كندير انا مع جميع الاخوة اللي كانتخ يقولوا ليشنون نوع ديال الدكور اللي بغوا يديروا وسط هاد البانوهات يعني واش بغين يديرو هادك اللي يتعبلو وهادك اللي يتعبلو يكونوا كبار باش انا هاد البانوهات كننكبر لهم القياسات ديالهم والمهم ده بوصلنا النهاية ديال فيديو نتمنى يكون اعجبكم واستفدتم منهم ما تنسونيش من لايك التعاليق الجميلة ديالكم وبسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله بحول الله ده